ينعي برنامج الصديقان شقيقة فضلت الأمام الأكبر أساس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التي وافتها المنية صباح الأربعاء الماضي نتقدم أنا وصديقي جناب القصة أثنسيوس رزق وقناة المحور الفضائية وعلى رأسها الأساس الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور وكل العاملين في القناة نتقدم للإمام الأكبر الأساس الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بصادق العزاء داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكن المغفورة لها بإذن الله عز وجل المغفور لها بإذن الله عز وجل أرحب جنانه ويمن عليها وعلى أهلها بالسكينة والعزاء وقد نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الحزن الفقيدة مقدما العزاء لفضيلة الإمام الأكبر والأسرة الكريمة وأيضا قدم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف العزاء باسم الأوقاف وباسم أئمة الأوقاف لفضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته وقدم قدسة البابا طوضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في برقية قال فيها أتمنى نبأ وفاة السيدة الفاضلة شقيقتكم خالص العزاء وصادق المواساه لفضيلتكم آلمنا هذا الخبر ونقدم خالص العزاء لفضيلتكم ولكل أفراد الأسرة الكريمة فيما أجرى قدسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اتصالا هاتفيا بفضلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للتعزية معربا عن خالص تعازيه لفضيلته قائلا أنا قريب منكم أخي في هذا الوقت وتأكد من استعدادي لتقديم أي شيء من أجلكم وأنا أصلي دائما لكم وأعيش قريبا منكم في أحزانكم وأشاطر أسرتكم الأحزان ومن جانبه أبدى فضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شكره لقداسة البابا فرنسيس على هذه اللفتة الكريمة من رمز كبير مثل قداسته داعين الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يوفقه في جهوده من أجل السلام وخدمة الإنسانية وفي نفس السياق قدم فضلته الشكر لقداسة البابا تغادروس وكل من تقدم بواجب العزاء وإحنا بنأكد مرة أخرى أن قناة المحور الفضائية وعلى رأسها الأستاذ الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمناء وكل العاملين في قناة المحور وبرنامج الصادقان وكل العاملين فيه وأنا وصديق العزيز جناب القصة أثناء ستسرزق بنتقدم بصادق العزاء لفضلته الأمن الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته ربنا يرحمها رحمة وسعاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر